السلام عليكم ازيك يا شباب عملينا يا رب اكونوا بخير النهاردة هستعرض مع حضراتكم اهم المميزات اللي شفتها في جهاز انفينيكس نوت 30 بعد فترة من الاستخدام خلينا في الفيديو ده هصلت الضوء على اهم عدة مزايا عجبتنا في الجهاز لكن في البداية بل ما نبدأ ما استاش تدعمنا اشتريف في القناة و لايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة غريت اخير خلينا نبدأ ونشوف المميزات انفينيكس نوت 30 طيب يا جماعة اول ميزة عجبتني في الجهاز هي المعالج المعالج هنا هليو جي 99 معالج 6 نانوميتر معالج موفر في الطاقة واداءه سالس جدا ويعتبر مناسب جدا في الفيديو السعرية مش هتلاحز اي مشاكل في التنقل وتصفح بين التطبيقات حتى في الالعاب برضو هيقدم شكل مناسب فبالتالي اداء المعالج هنا يعتبر ميزة مهمة جدا في الجهاز دي كانت اول ميزة في الجهاز شفتها هي المعالج تاني ميزة موجودة هنا في الجهاز هي مساحة التخزين عندنا 8 جيجا رام ومتين 56 جيجا ذكر التخزين تعتبر ميزة مهمة جدا في هذه الفيديو السعرية وعندنا كمان الرماد بتقدر تزودها لحد 16 جيجا فبالتالي هنا المساحة التخزينية ممتازة ومنسبة جدا تقدر تخزن عليها اي افلام او اي صور بشكل مناسب تالت ميزة برضو عجبتني في الجهاز هي السماعات الاستيريو الجهاز بيجي بسماعات استيريو وبدعم من شركة جي بي ال فتجربة الصوت هنا كانت ممتازة على الجهاز ودي كانت تالت ميزة معانا على الانفينيكس نوت تلاتين تالت ميزة في الجهاز هي الشاشة طبعا الشاشة هنا اي بي اس لكن جودتها ممتازة جدا وسطوع الشاشة يعتبر مناسب سطوع الشاشة مقبول جدا في الفئة السعرية وكمان هنا الشاشة بتيجي بمقاز ستة خاصلة تمانية وسبعين من مية بوصة الشاشة هنا مية وعشرين هرتز فبالتالي هتعطيك سلاسة ونعومة في الاستخدام الجهاز بصراحة سلس وناعن جدا الميزة اللي عجبتني بعد كده في الجهاز هي البطارية بطارية الجهاز خمس تلاف ميلي امبير وعندنا شاحن خمسة واربعين واط تعتبر برضو ميزة مهمة في الجهاز هي الشاحن السريع الخمسة واربعين واط نجي بعد كده لكاميرا الجهاز الجهاز بيقدم كاميرا اساسية 64 ميجا بيكسل وبصراحة الكاميرا هنا بطاعة تفاصيل تعتبر مقبولة جدا في الفئة السعرية لكن كنت اتمنى وجود كاميرا ألتا رويد لكن للأسف الكاميرا الألتا رويد مش موجودة فانت هتعتمد هنا اعتماد كل على الكاميرا الاربع وستين ميجا بيكسل الرئيسية برضو ميزة في الجهاز عندنا هنا بصمة الجهاز مدمجة في زرار الباور البصمة هنا صاروخية يعني زي ما انت شايف بصمة الجهاز سريعة جدا من أسرع البصمات وبصراحة أنا بفضل البصمة اللي موجودة على زرار الباور أكتر من البصمة المدمجة في الشاشة أداء البصمة صاروخي يعني بجرد بس ما تلمس زرار التشغيل بصمة أداءها جدا جدا سريع والجهاز هنا برضو بيدعم منفذ ثلاثة ونص ميلة خاصة بسماعات الأزن والجهاز برضو بيجي بأندرويد 13 ووجهة XOS 13.0 وان شاء الله الجهاز هيتم تحديثه لأندرويد 14 أول ما شركة جوجل طبعا تطلق النسخة النهائية من أندرويد 14 وعندنا برضو وجهة إنفينيكس هنا اتحسنت بشكل كبير عن الإصدارات السابقة وهتلاقي فيها كل الاختصارات اللي انت محتاجة طبعا من المميزات برضو اللي عجبتني فيه الجهاز هو تصميم الجهاز عندنا إطار الجهاز هنا بيجي من البلاستيك لكن ظهر الجهاز بيجي من الزجاج وتصميم الجهاز فيه لمعة خفيفة كده في الجزء الخاص بالكاميرات أتمنى تكون واضحة في الكاميرا وظهر الجهاز برضو ناعم بس ما بيلقوتش بصمات الجهاز هنا ما بيلقوتش أي بصمات لكن تصميم الجهاز عجبني جدا وإطار الجهاز بس هو من البلاستيك لكن الظهر بيجي من الزجاج دي كانت أهم المميزات اللي عجبتني في جهاز إنفينيكس سنوة ثلاثين أتمنى فلنها رب يقول الفيديو عجبكم لو عندك أي سؤال سبب خانت التعليقات فلنها ما ننساش تدعم نشتري في القناة ولاقي للفيديو أشوفكم على خير الفيديو الجاي السلام